اشتركوا في القناة احن يعلم هذا الخطأ الشائع ويقصد اثارة هذه القضية في كثير من امتحانات الثانوية العامة او ما قبل الثانوية العامة طيب كيف نفرق بين التشبيه والاستعارة اول حاجة نحطها في دماغنا ان احن لازم نتعامل مع جملة التشبيه والاستعارة كأنها مسألة رياضية محتاجة خطوات تفكير عشان نوصل في النهاية للصورة يبقى اول حاجة نعملها ان احن ما نفطرتش من الصورة دي كذا وبعدين نحل لا الاول نمشي بخطوات عشان نوصل لنوع الصورة لان طلاب كتير جدا ودرسين كتير جدا اول ما بيشوف قولك استعارة مكنية يعني تقريبا كده من خلال التصحيح ومن خلال التعامل شافي مع الطلاب اول ما قول الصورة ديت هو مبرمج دماغه اول ما قوله نوع الصورة دي استعارة مكنية كل الصور عندهم استعارة مكنية طبعا لا عشان الممتحن ما ياخدش منينا الدرجة تعالوا بطريقة بسيطة جدا نحاول نفهم ازاي نمشي بخطوات تفكير ونفرق بين التشبيه وبين الاستعارة التشبيه اربع اركان اكيد انت سمعت الكلام ده قبل كده ايوه اربع اركان المشبه والمشبه بيه وادات التشبيه ووجه الشبه ممكن التشبيه بقى تلات اركان نكتفي بس بيه المشبه وادات التشبيه والمشبه بيه وممكن نشيل واجه الشبه وممكن نكتفي باتنين المشبه والمشبه بيه لغاية كده تمام اربعة تلاتة اتنين ادي لك مثال جنودنا كالاسود في الشجاعة جنودنا ده المشبه والكاف المشبه الادات التشبيه والاسود مشبه بيه وفي الشجاعة ده وجه الشبه وجه الشبه عن الصفة المشتركة ما بين الجنود والاسود طيب تمام جنودنا كالأسود في الشجاعة أربع أركان ممكن أشير ركن أقول جنودنا كالأسود شلت في الشجاعة اللي هو وجه الشبه يبقى جنودنا كالأسود طلع لك ثلاثة ممكن أشير واحد كمان أنا لغاية دوقتي في التشبيه جنودنا أسود كده أنا احتفظت باتنين شبهت الجنود بالأسود إذن التشبيه لغاية اتنين زي الفل تمام كده تشبيه أول ما يبقى تشبيه فاضل منه واحد بس كده دخلنا في الاستعارة يعني إيه دخلنا في الاستعارة ماقول عادة أسودنا من المعركة أسودنا هنا نقصد الجنود طب تعالى كده نشوف إيه اللي فاضل من أركان التشبيه كلمة جنود مش موجودة ليه المشبه والكاف مش موجودة وجه الشبه مش موجود فاضل واحد بس يعني أربعة ثلاثة اتنين تشبيه واحد استعار طب نشوفها تاني جنودنا تزقر أنا شبيت هنا إيه الجنود بالأسود على فكرة ما فيش من التشبيه كله إلا كلمة جنود بس ليه لا في الكاف ولا في الأسود ولا في وجه الشبه لو الشجاعة لا يعني فاضل واحد بس يبقى طالما فاضل واحد بس في الجملة يبقى اسمها استعارة استعارة إيه هنعرف بعدين بس الأول ركز في الحكة دي معايا أربعة مفصل تلاتة مجمل اتنين بليغ واحد استعارة طب استعارة مكنية ولا تصريحية والله حسب لو لقيت إن الموجود بس هو المشبه لو جنودنا مثلا يبقى استعارة مكنية لو الموجود المشبه استعارة مكنية طب لو الموجود المشبه به بس يبقى استعارة تصريحية يبقى أربعة مفصل تلاتة مجمل اتنين بليغ واحد أشوف مين الواحد ده لو الواحد ده هو المشبه يبقى استعارة مكنية يعني لما قلت جنودنا تزقر شبهت الجنود بأسود تزقر من اللي موجود كلمة جنود يبقى هي المشبه اللي هو الأولان يبقى عادة الأولان يبقى جنود المشبه الموجود المشبه تبقى استعارة مكنية طب لما قلت جنودنا عادة عفوا عادة وسودونا منتصرين. مين اللي موجود هنا مشبه به بس? طالما الموجود المشبه به بس بقى استعارة تصريحية. يبقى لازم تبشي كأنها خطوات رياضية. بعدد الاركان. شباب بالراحة كده تاني. اربعة مفصل. تلاتة مجمل. اتنين بليغ. واحد استعارة. طب مين اللي موجود المشبه? يبقى استعارة مكنية. طب اللي موجود المشبه به بس يبقى استعارة تصريحية. هو ده الفرق الجوهري. ما بين التشبيه وما بين الاستعارة. خلي بالك. ساعات المشبه ما يكونش موجود لكن هنعتبره موجود. نتبهوا للنقطة دي لان النقطة دي مهم. يعني ساعات تلاقي المشبه جاي في صورة مبتدأ محزوف. عندك مثلا في سنة تلتة ازا كنت من طلاب الصف الثالث. مستطار اذا البواخر رنت. هنا شبه ايه? القلب بطائر فزع يكاد يطير من مكانه. طب هنا كلمة مستطار هي اللي موجودة. لو جدت شوف على فكرة جدت احسب الجملة اللي اتناها صفر. ليه? لان انت هتلاقي مستطار موجودة شبهت القلب بطائر. لا القلب موجودة ولا طائر موجودة. يعني انت جده نزلت الصفر. لأ. احنا اعتبر هنا مستطار خبر لمبتدأ محزوف. مش كده? يعني كلمة مستطار انت اخدتها هنا في المنهج انها خبر لمبتدأ محزوف. لو المشبه جاي في صورة مبتدأ محزوف كأنه موجود عادي. ده حزف نحوي. يبقى انتبه. لو المشبه جاي في صورة مبتدأ محزوف كأنه موجود. طب يبقى كده. مستطار. شبه القلب موجود موجود. بطائر مش موجود. يبقى مين اللي فاضل من اركان التشبيه? القلب. ايوة فاضل. رغم انه مش موجود. بس الاستاذ قال لك خلي بالك لو مبتدأ محزوف يبقى موجود. يبقى كلمة قلبي هنا موجودة يبقى استعرامة مكنية. لما قال برضو مثلا خلي بالك. شاكل الى البحر فيجيبوني. طبعا الجملة من اول فيجيبوني. طب هنا شبه ايه? شبه البحر بانسان. على فكرة لو بدأت من جملة فيجيبوني مش موجود كلمة البحر. ولا موجود كلمة انسان. بس فينه هنا البحر فاعل مستطر? بالضبط فيجيبوني هو. لو المشبه جاي في صورة فاعل مستطر يبقى موجود. يبقى هنا المشبه موجود خلي بالك. الحتا دي تفرق كتير جدا. لان فيه طلاب كتير جدا بيدخلوا معاها في نقاش وجدال. بقوله طب ما انت كده الجملة صفر. ما احنا كنا اربعة تلاتة اتنين واحد. كنا وصلنا الواحد شغل الاستعار. طب جملة زي ازي يجيبوني او يجيبوني او جملة زي اه مستطار. ما انت كده هتقول لي صفر? لا. احنا اتفقنا. المشبه ازا جاي في صورة مبتدأ محزوف يبقى كأنه موجود. وازا جاي في صورة فاعل مستطر يبقى كأنه موجود. اخيرا فيه حاجات يجوز فيها الامران. اه ده انتبهوا لنقطة مهمة جدا. يعني مثلا لما اقول لك نور العلم. نور العلم انت ممكن تقول لي شبهت العلم بالنور. يبقى الاتنين موجودين. يبقى هنا تشبيه. ممكن واحد تاني يقول لي لأ ده انا شبهت العلم كأنه مصباح. وحزفت كلمة مصباح وجبت صفة من صفاته ليه نور. يعني كلمة مصباح مش موجودة. يعني اللي فاضل من اركان التشبيه هي كلمة الايه? العلم. بس ما هو نور العلم شبهته بمصباح. يبقى ما عادش من اركان التشبيه الا العلم. يبقى ده استعارة ماكنية لتنين صح اذا بصيت للجملة من زاوية انك شبهت العلم بمصباح وحزفت المشبه به وابقت على المشبه باستعارة ماكنية صح واذا قلت مباشرة العلم على طول شبهته بالنور من باب اضافة المشبه المشبه به برضو صح طب في الامتحان طبعا الامتحان يعني بيفهم عارف ان في جمال جدلية عارف ان يجوز فيها الاستعارة والتشبه لكن اذا حصل جدل والكتاب اشار انها تشبيه تلتزب انها تشبيه اديك مثال من التكافل الاجتماعي نص التكافل الاجتماعي لأحمد حسن الزياد لما قال غوائل الفقر وجرائر الجوع طبعا هنا لو جدت غوائل يعني شرور وجرائر يعني جنايات ممكن تقول شبه الفقر كأنه انسان له شر بيفعل الشر ممكن تقول شبه الجوع كأنه انسان يرتكب الجناية لا هو صح ممكن تقول كده بس الكتاب جه في الشرح بتاعه قالك ومن التشبيهات المبتكرة جرائر الجوع وغوائل الفقر يبقى لازم نلتزم بالكتاب هنا بقى رغم ان فيها جدل بس عشان نحافظ على درجة نفس نوع عامة إذا كان هناك نموذج للإجابة بيضحط يبقى نلتزم بوجهة نظر الكتاب عشان ما يصرش فيها جدل إذا هو موضوع بسيط جدا ما تقولش علي كل حاجة استعارة مكنية الي الذي س coherent واش لم تفكر الش ان الكناية هروب لانك لو قلت oh غوائل الفقر وقلت على الجملة كناية و فها تشبيه مش تتحسب لك لانك لازم تشوف التشبيه لو قلت علي الجملة كناية و فها استعارة مش هتتحسب لك الكناية لان فيها استعارة لازم تقول على الأستعارة الاستعارة خلاصة الكلام اربعة مفصل تلاتة مجمل اتنين بليغ واحد استعارة لو الواحد ده المشبه تبقى استعارة مكنية لو الواحد ده المشبه بيه تبقى استعارة تصريحية طيب ينفع صفر لا لان المبتدأ المحزوف جوازا او نحويا بنعتبره موجود والفاعل المستتر بنعتبره موجود واخيرا في بعض الجمل اللي الخلط فيها جائز لان يجوز الامران ارجو انك نتعامل بعد كده مع جملة الاستعارة والتشبيه انها مسألة رياضية اربعة تلاتة اتنين واحد ارجو ان يكون الخلط ما بين الاستعارة والتشبيه انتهى وانشاء الرحمن الرحيم تحله كويس ومعدناش نخلط ابدا ما بين الاستعارة والتشبيه والى اللقاء في حلقة جديدة من سلسلة لا تخلط اشتركوا في القناة